وفقت الأمم المتحدة على منح دولة فلسطين مقعداً جديداً في الجمعية العامة ذلك خلال الاجتماع الأول دورة التاسعة والسبعين للهيئة الأكبر بالأمم المتحدة من جانبه وصف منذوب مصر بالأمم المتحدة سفير أسامة محمود عبدالخالق الخطوة بالتاريخية بعض الحقوق الإضافية والميزات حصلت عليها دولة فلسطين في الأمم المتحدة وذلك بشغلها مقعداً جديداً في الجمعية العامة حيث باتت تجلس بالترتيب الأبجدي لأسماء الدول وهو أحد الحقوق الجديدة التي حصلت عليها بعدما منعها فيتو أمريكي هذا العام من أن تصبح دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية القرار الذي كان ينص صراحة على عدم حصول دولة فلسطين على حق التصويت في الجمعية العامة أو على الحق في أن تنتخب عضواً في مجلس الأمن الدولية ينص على أنه اعتباراً من الدورة السنوية التاسعة والسبعين للجمعية التي بدأت السلساء يمكن للفلسطينيين أن يتقدموا مباشرة بمقترحات وتعديلات كما يمكنهم الجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الترتيب الأبجدي السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة أكد أن هذه الخطوة ليست مجرد مسألة إجرائية بل إنها لحظة تاريخية هذا هو التاريخ يتجلى أمامنا وذلك بعد تصويت عدد كبير من الأعضاء فإن دولة فلسطين لديها كل العناصر القانونية كدولة قانونية وبالتالي أسألك سيد الرئيس أن هذا البند من القرار المذكور قد دخلت حيزة التنفيذ منذ اليوم حيث أنها الجلسة العامة الأولى للدورة التاسعة والسبعين وأن تؤكد ذلك مع الأمانة بأن سعادة السفير السيد رياض منصور المدوب الدائم لدولة فلسطين أنه يجلس بين الدول الأعضاء بموجب هذه الفقرة من القرار شكرا جزيلا وفي مايو الماضي صوتت الأغلبية الصاحقة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وأصدرت قرارا يمنحهم بعض الحقوق الإضافية بعدما حال استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو دون حصولهم على العضوية الكاملة وتتمتع فلسطين في الأمم المتحدة منذ عام 2012 بوضع دولة مراقبة غير عضوة ولكي تصبح دولة ما عضوا في الأمم المتحدة يجب أن تصوت غالبية الدول في الجمعية العامة لصالح هذه العضوية كما ينبغي أن تصدر توصية إيجابية بهذا الشأن من قبل مجلس الأمن الدولي ترجمة نانسي قنقر